السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم اليوم ان شاء الله راح نبدأ فصل الدراسي الثاني للصف الاول المتوسط اللي هي super goal 2 منهج super goal 2 ان شاء الله نكون تر ممتع باذن الله وراح نشوف اول شي ايش محتويات هذا الكتاب واش راح نبدأ فيه خلونا نشوف مثل ما نشوف عندنا هنا عندنا ثمانية وحدات عندنا ثمانية وحدات راح نشوف اول وحدة ايش هي اول وحدة what do you do ماذا تفعل ثاني وحدة what's school like المدرسة هي شكلها كيف يعني what time do you get up ايش الوقت اللي تستيقظ فيه what can you do there ماذا تستطيع ان تفعل هنالك الوحدة الخامسة what are you going to wear there ماذا سوف تلبس هنالك بعد ذلك نومبر سيكس دعونا نحتفل نومبر سيفن than and now than يعني بعد ذلك now اللي هو الان اخيرا عندنا what did you do last week ماذا فعلت في اخر الاسبوع راح ناخد طبعا كل وحدة بالتفصيل مثل ما نعرف في الوحدة الوحدة في عندنا اربعة دروس لكل وحدة خلونا نبدأ في الوحدة الاولى اللي هي what do you do خلونا نبدأ اول درس في الوحدة الاولى اللي هي what do you do هذا هي الدرس عندنا what do you do page number two and page number three we will start here اوكي هنا ايش مطلوب مننا عندنا نقم واحد listen استمع and discuss وناقش استمع وناقش يقول لك look at the information look يعني انظر at the information المعلومات about the boys عن الاولاد اللي موجودين في الصورة what do they want to be ماذا يريدون ان يكون what ماذا do they want want يريدون to be ليصبحوا اوكي to be ليصبحوا خلونا نشوف المحادثة الاولى للشخص الاول عندنا هنا نحاول نكبر المحادثة عشا تكون واضحة في الشاشة نشوف الحين name اسمه name يعني اسم اوكي عدنان اسمه عدنان age يعني عمر عمره 14 14 okey interest interest يعني ايش رغبات او طموح ايش يتمني يكون او ايش الاشياء مو يكون الاشياء اللي يفضلها اوكي عندنا هنا technology اوكي يعني technology اوكي god gets يعني الادوات وهذه الاشياء high tech design يعني مصمم high tech design طيب عدنان wants يريد to become ليصبح become يصبح a high tech designer high tech designer high tech designer يريد ان يصبح مصمم يريد ان يصبح مصمم هذا بالنسبة لعدنان اذا عرفنا في هذا انه عدنان ايش يريد ان يصبح يريد ان يصبح high tech designer what he interest about technology and get gates high tech design how old is عدنان 14 اوكي 14 عمره 14 نشوف الشخص المقابل او الشخص الاخر من هو عندنا هنا الشخص الاخر ماجد خلونا نشوف ماجد ايش يريد ان يصبح وما هو الاشياء اللي يفضلها name ماجد ماجد عمره age 14 interest ما هو ايش هو مهتم فيه sports رياضة video games العاب الفيديو tennis اللي هي كرة التنس ماجد wants ماجد يريد to become يصبح a famous famous يعني مشهور tennis player يعني لاعب التنس يريد ان يصبح لاعب كرة التنس مشهور اوكي اذا عرفنا ايش يبوان يصيرون كل من ماجد وعدنان عدنان يريد ان يصبح high tech design يعني مصمم high tech designer لكن ماجد يريد ان يصبح tennis player famous tennis player مشهور اوكي هنا عندنا محادثة بين عدنان وماجد خلونا نشوف عدنان وماجد ايش قالوا في هذه المحادثة عدنان so you want to become a tennis player راح اقرأ القطعة اوشي بعدين نترجمها بعدين نشوفها بعد الترجمة so you want to become a tennis player هي ماجد yes yes very much عدنان and what he's a mechanic he's a mechanic but he always carries a brief case and people think he's a lawyer اوكي خلونا نشوف ايش قالوا مع بعض خلونا نشوف هنا يقول عدنان so اذا you want انت تريد you and want to read to become become a tennis player لاعب تنس ماجد اش قال له yes very much يعني مرة يعني متشوق ان يصير هذا الشي عدنان and what does your father do and what ماذا what ماذا does يعني يفعل your father يعني ما هو عمل والدك ما هو عمل والدك اش قال له ماجد ماجد he's هو he's هي اختصار he is ok he's a doctor هو دكتور but لكن he likes هو يحب to cook يطبخ ok هو يحب ان يطبخ he makes هو يصنع the best الافضل sandwich افضل sandwich ok what about you ماذا عنك what do you want to be ماذا تريد ان تصبح what do you want to be want to read to be لتصبح عدنان اش قال i want انا اريد to be لأصبح a designer مصمم designer مصمم you know هل تعلم i want to design انا اريد ان اصمم gap gates الادوات computers الكمبيوتر and things والاشياء ماجد ماجد هنا اش قال شوف هنا ماجد ماجد and what what ماذا about your father ماذا عن ابوك والدك what ماذا does he do does هنا ليش قلنا does لانه he و she ضمير حقهم لما اسأل do ما اقول do اقول does ليش هي قاعدة في الانجليز ثابتة لكن عندنا مثلا لما اسأل you يعني اسأل هو عنه مباشرة اقول what do you do لما اسأل عن اشخاص اخرين them what او they او هؤلاء مثلا they what do they do اوكي وكذلك you لانتم من نفس الطريقة لكن اذا كان he ولا شي لا ما اقول كده اقول does عدنان ايش قال له عدنان he's he's اختصار لي he is he is اوكي mechanic اوكي mechanic but he always لكن هو دائما always يعني دائما carries يحمل a brave case brave case ايش معناها حقيبة دائما يحمل حقيبة and people people عندنا هي people people هي person person يعني الشخص people اشخاص people think الاشخاص يعتقدون think he's he is او he's a lawyer a lawyer يعني محامي يعتقدون انه محامي ليش لانه يحمل حقيبة اذا هنا تعلمنا في هذه القطعة ماذا يتمنى ان يكون عدنان يتمنى ان يكون designer وماجد اش بغى يصير tennis player ابو عدنان اش هو ابو عدنان هو doctor او ابو عدنان ميكانيكي ابو ماجد هو اللي doctor ابو ماجد doctor وهو يحب الطبخ خلاص ويصنع افضل صندوشات وابو عدنان ميكانيكي لكنه يحمل حقيبة في الناس يعتقدون انه محامي اذا لازم نعرف القطعة عشان الاسئلة نقدر نجاوب عليها بعد ذلك عندنا هنا quick check يعني مراجعة سريعة quick check مراجعة مراجعة سريعة عندنا هنا يقول كلمات what ما هو the name of the job اسم name of the job job يعني عمل job job يعني عمل خلنشوف اول واحدة number one play tennis الشخص اللي يلعب التنس اش نقول tennis player tennis player زي ماجد اللي بغيت من يكون tennis player نقول tennis player نكتب t e double n i s player player okay tennis player طيب يقول walks in hospital اش نقول الشخص اللي يشتغل في المستشفى doctor doctor او ممكن نقول nurse حسب ما هو طيب teach at school الشخص اللي يدرس في المدرسة serious or no اجب بيس او لا نعم او لا yes or no خلنشوف number one ماجد wants to be a teacher ماجد يريد ان يصبح مدرس لا ماجد wants to be a tennis player يعني هنا no رح نكتب هنا no بعد ذلك عدنان wants to be a designer عدنان يريد ان يصبح مصمم نكتب هنا yes طيب ماجد designs games ماجد يصمم الالعاب نكتب no هو يحب ان يكون لاعب tennis عدنان is interest عدنان يحب التكنولوجيا نعم yes نكتب هنا هو قال يحب التكنولوجيا ويحب ان يكون designer high tech design وget gets بعد ذلك عندنا هنا walk pair pair walk بين شخصين ومجموعتين ask and answer about people in the picture اسأل واجب عن الاشخاص الموجودين في الصورة what does ماجد do he student هو طالب he goes to school هو يذهب الى المدرسة number b عندنا ask and answer with by اسأل واجاوب مع صديقك what do you do i am a يقول لك هو ايش يشتغل اذا كان طالب يقول student اذا كان يشتغل شغل اخر يقول اوكي وهكذا هذه طريقة السؤال لما تبغى تسأل احد عن عمل او عن الشيء اللي مارس في حياته تقول what do you do ماذا تفعل اذا كان طالب يقول لك student اذا كان معلم يقول لك teacher وهكذا اوكي بكذا نكون خلصنا هذا الدرس اول درس اللي هو page number page number two and page number three اول درس في الوحدة الاولى ان شاء الله تكونوا فهمتوا اذا عندكم اي سؤال اي استفسار بامكانكم كتابة تحت في التعليقات وان شاء الله اجاب في اقرب فرصة ممكنة اشتركوا في القناة عشان تكبر القناة فيكم وهذا يعطيني دعم وتشجيع وانتم اكبر دعم لي حطوا لايك للفيديو علشان يوصل الاكبر قدر ممكن من الناس هذا الشيء شجعني وخليني استمر باذن الله ان شاء الله نلتقي في فيديو قادم للدرس الثاني ان شاء الله الى ذلك الحين استودعكم الله الذي لا تضيع ودائع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته باي باي